اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة كيف تشوفوني بالنسبة للدقيق تقريبا بقالي فيها 4 كاس اللي بقالي من دقيق هنا غادي نخليها ترتاح تقريبا نص ساعة ومن بعد ندوز باش نحطوا بحشوة اللي غادي ندير في هاد الفطائر هنا كيف ما كتشوفوا معي خديت مقلات ووضعت فيها زيت الزيتون يعني غير القياس ووضعت فيها بصلة كبيرة مقطعة مربعة صغر غادي نضيف عليها القياس الملحة دائما كيف ممكن نقول الملحة عينكم ميزانكم هنا معلقة صغيرة غبرة التومة ومعلقة صغيرة البزار ومعلقة كبيرة القزبور ومعدنوس غادي نخلط البصلة بزيان بالنسبة لبصلة لبنات ما تشحرها بزاف يعني غايد يضربها شوية ديسات ودخل فيها العطرية من بعد نطفيو عليها ونخليوها على الجانب باش تبرد من بعد باش نضيفو لها المكونات اللي باقي لنا هنا كيف ممكن تشوفو معي مبعد بما برتت البصلة غادي نضيف عليها جبن قريبا هنا عندي شطط المعقة كبار لجبن والاربعة يعني قدم ما كان الجبن فيها كتير قدم ما كانت الحشوة زوينة وكتير بنينا هنا غادي نضيف القياس ديال الزعتر يابس ونخلط مزيان الحشوة ديالي هنا كذلك غادي ندوز العجينة ندلكها واحد شوية نخرج من هذوك الفقاعات التي يكونوا في الداخل من بعد غادي نضيفو الزيت وغادي نقطع العجينة ونشكل فيها كرة صغيرة يعني بحيلة غادي نحطها بالنسبة للكورة البنات لا تكبرهم ونحاولوا تصغيرهم على شحة العجينة في هذه الخميرة واللحظة اللي سوف ندخلون الفرون يعني سوف يضعب في الحجم لهم منذ ذلك ضروري نصغيرهم هذه البنات سوف نأخذ كرة واحدة من العجينة اللي شكلنا ونطلقها بالدلج على شكل طولي كيف ما كنت شو معي هنا كنت لقها بالدلج على الأول اللي أنا العجينة فيها الزيت وغادي نعمرها بهذه الحشوة صراحة هذه الحشوة الديدة بزد هنا غادي نبدأ نسد في العجينة وغادي نسدها على شكل طولي نحاول نعطيها واحد الشكل بحينش كدباته كيف ما كنت شو معي هذا هو شكل ديلا من بعد غادي نحطها فلاطة اللي كدخل الفران بالنسبة لطروري لقد ندهنوها سوف نحاول معكم واحدة اخرى سوف نتلقها على طول ومن بعد غادي نعمرها بالحشوة وغادي نحاول نجمع لها الجوانب ضروري نسده نزيان لتخرج لها الحشوة ونحاول نشكلها على شكل طولي ولا شكل بطو بحلاكة دور شكل ديلا سوف نبقى مستمره بنفس الطريقة لا تنسى الكرة اللي عندي ومن بعد باش ندهنوها بالبيب مرحب مرحب يا مرحب يا يعمر نأخذ بيضة ونطيفها على واحدة من قصغيرة للاسوس السوجة بالنسبة للاسوسات اللي لا عنده مشكلة هي كتبقة اختيارية يستطيع عوضها في الخرق مبلدي ويضفع لها قطرة الخل والأقطرة الحمض ويخلط من جيدا ومن بعد يدهن بهم هذا الفطائر سوف ندهن الفطائر ومن بعد يرشع لهم الزنجلان وسوف ندخل من الفران الفران شعلته على النار هادئة لا تكون لعفية مجهد الفران تكون نار هادئة بشي طيب لنا من الداخل وهذا هو الشكل النهائي دي الفطائر والله هي ابنة واحدة الريحة طلعة منهم وحنا صيامين شحال زوينة والديدى صراحة كي شاهيو غير جربوهم راهو ملدد واحدة المكوينة دي لهم سهلين بزاف هنا غدي نقرب معكم الكاميرا وغدي نقطع معاكم واحدة بس شوفوا كيفاش كي يجيو من الداخل شوفوا شوفوا يا ابنة شحان فشفشين وشحار طبيين وخوين من الداخل ورحتهم يا سلام كنتمنا اعجبكم الاقتراح اليوم ولا اعجبوه ما تنسوش الضغط على زي الاعجاب والاشتراك في القناة مع تفايل جرس ليصلكم كل موجهدي استودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا شكرا 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 شكرا